في جلسة خلف الكاميرات لزعيم تيار المرد النائب سليمان فرنجي حضرتها الجديد ومجموعة إعلامية مصغرة يكشف فرنجي أن الاتفاق مع الرئيس سعد الحريري له محضر دونه الوزير روني عريجي وفي نص محضر باريس ثلاثة عنوين أولاً سليمان فرنجي رئيساً للجمهورية ثانياً رئيس حكومة من 14 أذار ويؤكد أن الحريري لم يطرح اسمه كرئيس ولم يتعهد فرنجي بالتالي بأن يكون زعيم تيار المستقبل هو رئيس الحكومة بل المطلوب حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من 14 أذار وكان اللافت عدم اشتيرات ثلث ضامن أو التطرق للموضوع وعندما سأل الحريري سليمان عن ضمانات بألا يتم تطيير الحكومة أجاب فرنجي لا أستطيع أن أقدم أي ضمانة فالضمانة الوحيدة هي أنت وطريقة تصرفك ومقاربتك للأمور النقطة الثالثة كانت التلاقي على منتصف الطريق عن هذا الأمر كان جواب فرنجي لا مانع ولكنني أنا جزء من 8 أذار ولن أتخلى عن حلفائي ومبادئي لا عن حزب الله ولا عن الرئيس الأسد وجرى خلال اللقاء الحديث عن سلاح حزب الله وسأل الحريري ما يمكن أن يقدمه فرنجي من ضمانات حول هذا السلاح فسأله فرنجي أنت يا سعد فيك تشيل السلاح؟ أجابه الحريري لا سأل فرنجي أنا كسليمان فرنجي إذا ما فيه أرار دولي وإقليمي فيه شيله؟ أجاب الحريري لا فقال فرنجي فإذن ما فيه لزوم نحكي بهالموضوع ويكشف فرنجي أنه قبل ذهابه إلى باريز تواصل مع القوات اللبنانية عبر اللجان المشتركة وأبلغهم بأنه ذاهب للقاء الحريري وسألهم ياللي حكيناه بالسابق عن دعمكم إلي للرئاسي بعد كن عليه أو غيرتو جاء جواب معراب أكيد باقون عليه ويستعرض فرنجي تاريخا قريبا عندما عرض جعجى عليها عبر اللجان المشتركة دعمه لرئاسة الجمهورية ولكن مقابل مجموعة مطالب أبرزها القوات تريد وزارة الداخلية في حصتها فكان جواب فرنجي ما بقدر اتعهد فيها بس إذا طلعت من نصيب مسيحي 14 أدار بجرب ساعدكم فيها الطلب القوات الثاني التعهد بعدم وصول شامل روكوز إلى قيادة الجيش أجاب فرنجي ما بتكون عون رئيس وما بتكون تعطو قائد جيش لهو بيقبل ولا نحنا منمشي فيها وطلبت القوات المساعدة في فتح حوار جدي مع حزب الله فأجاب فرنجي أساعد ولكن هذا قرار الحزب وكان هذا آخر الكلام وفي العلاقة مع حزب الله يؤكد فرنجي أن السيد كان على علم قبل الذهاب إلى باريس لكن الأمور كانت حذرة والجميع يترقب موضوع الجدية في الطرح أم لا وكان رأي فرنجي خلينا نروح ونشوف ونسمع بعد اللقاء مع سعد الحريري مباشرة تواصل فرنجي مع الحزب من باريس ووضعهم في الأجواء وكل النقاط التي طرحت وقال فرنجي أنا لم أقدم أي ضمانة في أي موضوع وأي كلام خارج هذا الصياق غير دقيق وعن لقاء العماد ميشيل عون في الرابية يقول فرنجي ذهبت إلى عند ميشيل عون فقال لي ثلاث كلمات أنت بعدك شاب والله يوفقك بس أنا ما عندي خطة بيه فقال له فرنجي أنا مستعد أمشي معك أد ما بدك جنرال بس إذا متوافر الحظ إلك بترجع بتمشي معي فكان جواب عون كلا فقال له فرنجي مثل ما بدك بس إن شاء الله ما تروحها علينا وعليك ويضيفه فرنجي حتى لو انسحبت أنا لعون ما بيفيده الموضوع وما بيقدر يوصل إلا إذا قدر أنا ع سعد الحريري يصوت معه يجيبه موافقة سعد وأنا لا بقدمه لا بأخر على أي حال أنا ما بنزل على جلسة ما بينزل عليها حزب الله حتى لو كنت مرشح للرئاسة وهالشي رح ينتقدوني عليه ولكن أنا ملتزم بهالأمر إذا ما نزل الحزب ما بنزل